قصة حفلة المنصورية كان في party organizers مش هنقول اسمهم مين بس party organizers مشهورين قوي هنا في مصر تقريبا او مشهورين بالذات ان هم بيعملوا حفلات زي مثلا حفلات البروم يعني فهم بيورجنيزوا حفلات لفئة عمرية معينة اللي هو مش over 21 بس الصغيرين يعني الشباب بزبط فهم عملوا حفلة فيلا في المنصورية وبعد الحفلة دي طلع يعني حاجات كتير اتهمات كتير وحاجات كتيرة حصلت في الحفلة واشعات بالهبل عن الحفلة اولا قالوا انه في ناس عرب هجموا على الفيلا اللي تعملت فيها حفلة المنصورية ده اولا وده دي الحتة دي فعلا ده حقيقي الناس كتير قالوا انه هجموا عليهم وكان فيه تحرش واعتداء ومعرفش اولا ما كانش فيه ما فيش اي حد تحرش بأي حد ده ما حصلش فيه اعتداء هم مثلا هجموا الحفلة ودخلوا عليهم ده حقيقي وده غير ان هم تكسروا ازاز عربيات ناس سيئة او ماشية من الحفلة وتم اعتقال ستة منهم ده حقيقي فعلا اعتقلوا ستة منهم ولسه بيتم التحقيق معاهم عشان يعرفوا التفاصيل وحد قال انه اتقتل شخص من الحفلة ده ما حصلش يا جماعة وفيه ناس كتير قاعد يقولوا انه فيه شباب يتخطفوا من الحفلة ده ما حصلش برضو بنأكد لكم انه ما فيش حد تخطف ما فيش حد تقتل بس فيه ايوة تم الاعتداء على بعض الناس وعلى عربيات بعض الناس بس ما فيش حد مات ما فيش حد تم التحرش بي لحد دلوقتي الناس مش عارفة ايه السبب انه العرب دول يعني دخلوا عليهم الحفلة دخلوا على الحفلة واصلا اتقتلوا الحفلة نفسهم عشان الحفلة من غير ترخيص وما كان شونهم ترخيص انهم ما يعاملوا حفلة في الفيلا دي اصلا واحنا برضو شاركناكوا كل التفاصيل على البلاتفورمز بتاعتنا فلو انت حبين تعرفوا التفاصيل وتعرفوا ايه اللي شائعات وايه الحاجات الحقيقية برضو تاني وترجعوا لها هتلاقوها على كل البلاتفورمز بتاعتنا واكيد هنعرفكم ايه اللي حصل بعد التحقيق مع ستة اشخاص دول وايه السبب لما نعرف اول ما نعرف اكيد هنقول لكم ممكن عشان ما كانش زي ما قلتي عندهم تصريح فممكن تكتب احد من ممكن او ممكن هم حاسين انه المنطقة دي بتاعتهم وانتوا جيتوا عملتوا دوشة وعملتوا فما يعني فدوارت جدا نسا ما نعرفش ايه سبب بالزبط بس اول ما نعرف اكيد هنعرفكم اشتركوا في القناة